نضم إلينا من أنقرة مرسل قهر الإخبارية عمر أحمد عمر أهلا بك إذن ملفات كثيرة حاضرة في أستانا الوفد التركي يذهب إلى أستانا ليس فقط للتفاوض حول الواقع السوري ولكن أيضا الملف الأبرز هو تطبيع العلاقات التركية السورية هل من تفاصيل تحدث بها الوفد أو الحكومة التركية أو المسؤولين الأتراك لديك حول آلية التطبيع المقبلة بالفعل رعد بعد التحية هذا الاجتماع رقم 20 اجتماع أستانا حول سوريا الملف الأبرز كما ذكرت هو مناقشة التطبيع كان في العاشر من مايو وزراء الخارجية للدول الأربعة روسيا وإيران وتركيا وسوريا قد اتفقا على إنشاء خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا وهذا الملف سوف يتم نقاش تفاصيله أو على الأقل إنشاء البنية التحتية له لإنشاء خارطة طريق يمكن أن تؤدي بالنهاية إلى عملية تطبيع للعلاقات بين سوريا وتركيا رعد هنا كما يقول الأتراك أن الأهداف بين سوريا وتركيا هي متطابقة أي كل من سوريا وتركيا يناديان بموضوع حفظ السيادة السورية مكافحة الإرهاب إعادة لاجئين كل هذه الملفات متوافق يتم التوافق عليها ولكن الخلاف حاليا يبدو أنه في الأولويات أي أن الأولوية التركية هي مكافحة حزب العمال الكردستاني مكافحة قصد مكافحة التنظيمات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بينما الجانب السوري يشير إلى موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية في الدرجة الأولى ومكافحة التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة والتنظيمات الجهادية الموجودة في إدلب لذلك هناك نوع من عدم تنظيم للأولويات حاليا ربما يتم نقاشها حاليا في هذا الاجتماع الذي سيستمر من اليوم ويوم غدا كذلك الجانب التركي يشير إلى مواضيع تفعيل العملية السياسية إنشاء دستور جديد كذلك عملية إعادة اللاجئين كل هذه الأمور يطالب بها الجانب التركي الذي يؤكد أيضا بأنه في حال انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية في الوقت الحالي فإن هناك أخطار كثيرة من الأخطار الأمنية موضوع الإرهاب وكذلك ربما تفضي أي اشتباكات تحصل في المنطقة إلى موجات لجوء جديدة تصل إلى تركيا إلى الأراضي التركية تركيا لا تريد هذه الموجات مرة أخرى لذلك الجانب التركي يشير إلى أن مكافحة الإرهاب نعم التنسيق في مكافحة الإرهاب ولكن يطالب تنفيذ هذه النقطة بالذات مع وجود الجيش التركي في الأراضي السورية نعم عمر أحمد مرسل القارة الإخبارية كنت معي من أنقرة شكرا لهذه التفاصيل وبالتأكيد سنعود إليك في تفاصيل أخرى بعد هذا الاجتماع شكرا لك